من كم اسبوع كده عملت مع حضرتك مداخلة وكنا بنتكلم عن الوضع في سيناء حركت رحت فكرة اكثر من رائعة وهي تتعلق بالدور الممتاز وقلت لماذا لا يكون هناك فريق قرة قدم من سيناء ويبقى ده قرار جمهوري يدخل فورا من غير تصفيات الدوري ويلعب ونروح نشوفه هناك وهالي سيناء يجوين عايزك تشرح للفكرة دي بالتفصيل وإحنا بنقابلين بعض الوقت وتقول كيف ننفذها إحنا عندنا مبحث مهم جدا في دراسة العلوم السياسية اسمه التكامل الوطني داخل الدولة الوحدة فعندنا مركز وأطراف على المستوى الجغرافي نعم وعندنا ثقافة أصلية وثقافات فرعية داخل كل دولة من الدول ولا توجد دولة في العالم تتمتع بين سجام تام في العرق ولا في اللغة ولا في الدين ولا في الطبقة هذا من سابع المستحيلات لكن الدول تنصهر بأدوات ناعمة للانصهار وليست طرق إجبارية وقصرية لأن هذه الطرق لم تجدي نفعا بدليل أن العراق على سبيل المثال أو سوريا أو ليبيا نمازج لثلاث دول كانت دول موحدة متمسكة بالحديد والنار نعم مجرد ذهاب الأنظمة المستبدة إما بالاحتلال في الحالة العراقية أو بالانتفاضة في الحالة السورية والحالة الليبية وجدنا أن الدولة على شفل تفكك فالدولة المفروض تقوم بما يؤدي إلى الاندماج الطوعي لأشتتها الوطني عبر إجراءات ناعمة يلعب التعليم فيها دور الثقافة فيها دور الرياضة أيضا فيها دور فأنت يلفت انتباهك مثلا أن الوادي الجديد ليس له فريق في كرة القدم في الدوري الممتاز والمرصى مطروح أخيرا فريق الرجاء سيناء بلا فريق لكرة القدم شمال وجنوب سيناء كل هذه المدة تخيل لو أن أسوان والنوبة وحلاب وشلاتين مثلا لكن في حالة الأسوان والنوبة أو في حالة أسوان المسألة أشد أقل وطأة نتيجة أن هناك عوامل أخرى للدمج زي مثلا السياحة الثقافة المواصلات الزهاب والإياب يعني في عملية الاندماج القبلي أحيانا موجود لكن فيما يتعلق بسيناء الوضع مختلف تماما أن من النحية الجغرافية سيناء الجزء الموجود في أسيا من مصر يعني مصر كلها في قرة أفريقيا سيناء في قرة لوحدة سيناء تمثل واحد على 16 من مساحة مصر سيناء مساحتها قد مساحة هولندا وبلجيكا يعني دولة أقبل مساحة سويسرا سويسرا 40 ألف كيلو سيناء وعلى 60 ألف كيلو آآ آآ قد بلجيكا وأولندا كمان وأكبر من سويسرا فمعزولة من الناحية الجغرافية بحدود طبيعية بحدود طبيعية قناة السويس والبحار والخلجان فأنت عندك زاد على ذلك أن عندك هناك ثقافة فرعية تتعلق بالثقافة البدوية الموجودة في سيناء أهل سيناء طيلة التاريخ لديهم شعور هائل وجارف بالخصوصية بالخصوصية مش بالانفصالية لا بالخصوصية هم رفضوا الانفصال حتى لا يزايد عليهم أحدا يعني بعد هزيمة 67 مشى ديان أقنع بدو سيناء بعاقد مؤتمر سياسي ضخم جدا يدوه لي كل وسائل الإعلام العالمي للنظر فيه إمكانية فصل سيناء عن مصر نعم وكتبع شيخ القبائل وقتها في الحسنة كان مؤتمر يبقى في الحسنة وفوضوا الشيخ سالم الهرش أن يتكلم نيابة عنه وكان رجلا بسيطا لكنه عبر باقتدار عما يريد أن يقول جيت كل وكالات الأنباء كل الصحافة الدولية انتظارا أن أهل سيناء يطلبوا الانفصال عن مصر وإعلان انتداب الأمم المتحدة على سيناء توطئة لفصلها في دولة مستقلة وقف الشيخ سالم الهرش وقال نحن مصريون وسيناء مصرية ورئيسنا جمال عبد الناصر ومن يريد أن يتفاوض على حاضر سيناء أو مستقبلها فليتفاوض مع جمال عبد الناصر دي كلمة رخية للشيخ سالم الهرش طبعا واخذ هذا الرجل وعذب تعذيبا مبرحا لكنه عبر عن موقف كل أهل سيناء في هذه النحية ومن ثم الحديث عن انفصال ليس موجودا لكن كيف يمكن أن نحدث هذا الاندماج الطوي بطرق ناعمة أو اندماج نوع كيف يمكن أن نرمم الشروخ الكبيرة جدا اللي حصلت في نفوس أهل سيناء نتيجة المعاملات الاستثنائية والقاسية في أيام حسن مبارك على وجه التحديد من قبل والتعامل بالغلز عبر عصر الأمن الغليزة صحيح حريك بتقترح فكرة أن يكون هناك فريق لكرة القدم ها المانع يعني فريق كرة القدم يأتي إلى الوادي ما دي من وسائل الدمج وطب ما نضم بقى ونكبر الفكرة يبقى فيه فريق للوادي الجديد هو فيه حاليا فريق الرجاء للوادي الجديد لا ده المرسل مطروح المرسل مطروح الوادي الجديد ما عندوش بس برضو الوادي الجديد القصة عندهم يعني أقل وطأة وطأ خصيرا أنه عدد سكانهم متين ألف سينة أنت أتكلم على حدود إسرائيل بقعة جغرافية مستهدفة موجود زمن طويل استهدفت إسرائيل ولم تتنازل عن استهدافها حتى هذه اللحظة الأزباب تخصها والآن أصبحت مستهدفة من تنظيم إرهابي متطرف يريد أن يختطعها من الجسد الوطني ويعلنها إمارة إسلامية حسب ما يريد فضروري أن تكون هناك إجراءات إحنا تكلمنا قبل كده عن إجراءات تخص الرياضة إجراءات تخص الثقافة لأين أننا ننتجي وزارة الثقافة والمثقفين ويحتفوا بأي أقلام من سينة لا نقلل من ذلك أنا لو طلع عندي في الوسط السينوي في شمال وجنوب سينة عشر كتاب للرواية أو شعراء أو نقاط أو كتب صحفيين وتم احتضامهم من قبل الجماعة الثقافية المصرية ونشر ليهم وكتب عنهم النقاط أو أصبح بعضهم صاحب عمود وأصبح قائد رأي في مجتمعه طب دول دكتور عمار مش دور النخبة والمثقفين ودور النخبة والمثقفين صحيح صحيح ودور مؤسسات الرسمية الثقافية نعم والذي لا تلعبوا يعني إنا مثلا البعض يقول لك إيه أصل هو ما فيش ما إحنا لما طلع مسعد أبو فجر وطلع رواية طلعت البدن احتفينا بيها الكاتب والرواية السناوية لكن لا في كتير زي مسعد أبو فجر موجودين علينا أن نفتش عنهم وننقب عنهم وأن نجدهم وأن نحتفي بهم ونقدمهم لأن دولة لما يمتلئوا بروح مصر وبروح الوادي المصري ويمتلئوا بالروح المدنية التي تقول أنه لا يجب أن نفرق بين المواطنين على أي أساس من الأسس أو يجب أن يعني نعض بالنواجز على الوطن وندافع عنه هؤلاء كقادة رأي جدد في مجتمعاتهم مش لا شكة يلعبوا دور كبير جدا في عملية الدمج كلام عن التنمية والمشروعات الاقتصادية يعني في جنوب سينة شباب البدو ورجال البدو اندمجوا في المشروعات السياحية واصبحت لهم مصالح وبالتالي يدافعوا عن سينة لا نجد لا نجد فكرة من الحكومة هو على مدار حكومات بصراحة مش حكومة محلب فقط لا بس لا نجد يعني التطرف شديد حتى في جنوب سيناء حتى العمليات اللي حصلت في سينة طابة ودهب وشرم الشيخ على مدار 2004-2005-2006 تلسلات متعقبة قامت بها جماعة التوحيد والجهاد الموجودة اساسا في الشمال سينة يعني جنوب سيناء يعني انت أصد حريتك عندما وقع حدثت التنمية في محافظة جنوب سيناء أهليهم بعدت عنهم فكرة الإرهاب صحيح أصبحت لهم مصالح تعظيم المصالح بيخلي الطرف الآخر لازم تجد نمط مصالح اقتصادية قوية جدا في شمال سيناء طيب